ومن يدرك أنه لا بد له أن يلقى الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فالموفق من جعل له وديعة عند الله يؤثر ما في القبور وحشر الناس وقام العبد فلا تسمع إلا همسة حتى يفي إلى أرض المحشر ويقف عليها ليوم أنت تعطي وغدا أنت تأخذ ما أعطيته في الدنيا ستجده أمامك هي ودائع هذا يدعها في بنوك وهذا يدعها عند مليك الملوك فمن أودعها في البنوك لن يرىها إذا غيب في اللحن ومن أودعها عند مليك الملوك لا ترد له كما أودعها بل يضاعفها الله جل وعلا له وهذا شيء لا يقدر عليه إلا الله فالإنسان يودع الله جل وعلا ماله يودع الله جل وعلا ركعات في الأسحار يودع الله صلاحا مبرا مع والديه يودع الله كلمات طيبة مع جيرانه يودع الله خطوات يحتسبها إلى المساجد يودع الله أبناءه يربيهم على الدين يودع الله حلقات ومجمعات قرآن ينفق عليها ماله علّه أن يجد ذلك عند الله يودع الله جل وعلا أبناء المسلمين يعلمهم ما يدلهم ويرشدهم على الله والودائع في هذا الباب عظيمة كثيرة لا يمكن لمثل ولا لغير أن يحصيها فالموفق من جعل له وديعة عند الله ترجمة نانسي قنقر